اشتركوا في القناة الخدمة الالكترونية قد جاءت في إطار مساهمة ودعم الهيئة لجهود الحملة الوطنية للسيطرة والحدي من انتشار فيروس كورونا والتي عملت خلال الفترة الماضية على توفير أجهزة اختبار الفحص السريع في صيدليات المملكة كما جاءت بهدف توفير قناة الالكترونية تمكن الحالات من التواصل السريع مع الجهة المختصة في وزارة الصحة وأكدت لهيئة أن الإبلاغ عن نتيجة الاختبار السريع لكوفيد-19 عبر تطبيق مجتمع واعي يعد ملزما للحالات التي جاءت نتيجة فحصهم الذاتية إيجابية وذلك بهدف ضمان حصول هذه الحالات على المساعدة اللازمة من جانب المختصين والتأكد من صحة الفحص الذي قاموا بإجرائه والأعراض التي يشعرون بها فضلا عن تحديد موعد إجراء اختبار المسحة الأنفية